اشتركوا في القناة فيزياء النظرية وحاجات زي كده ده مش معناه متخصص فيها متابعة الجديد دلوقتي ان العالم كله على ما اظن عارف يجي يقولك ايه ما له ناقة وجمل وما لا ناقة له ولا جمل يتابع ما يحدث في علم اسمه روبوتكس او الروبوتات الارتفاشل انتليجنس الذكاء الاصطناعي وادواته وتطبيقاته احنا عندنا في جامعة القاهرة هنعمل كلية او بدأنا نعمل كلية جديدة في اطار التأهيل للمستقبل احتياجات مش بس مصر احتياجات العالم متطلبات الثورات التكنولوجية والصناعية الجديدة معنا داخل الستوديو دكتور رضا عبدالوهاب الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة منور فن ازاي الصحة الحمد لله وانا الحقيقة مش عايز اخفيكم امر لانه لا اعتقدوا سرل انا خرجت برا الستوديو راجع لقيت دكتور رضا موجود خدت بعض جاري علشان روح اسلم عليه ودكتور رضا من تواضعه او تواضع العلماء بالشكل عام القام وقف لشخص المتواضع انا على شكل يعني حاجة العالم نجري عليه مش يقفل يعني وده مهم بالمناسبة يعني علم مخ يعني افادة الانسانية والبشرية ارحب بحضرتك مرة كمان وقبدي ساعدتي وتشرفي العالم على ما يبدو اصبح بيخطو خطوات شديدة السرعة والاتساع في مجال الروباتيكس والزكاء الاصطناعي فيمكن خلال شهور قليلة ماضية يمكن الموجة كانت عالية جدا اظن من نوفمبر اللي فات مع ظهور تشات جي بي تي الا انه لقيت انه فيه كم ادوات وتطبيقات زكاء اصطناعي تفوق تصوراتي انا مثلا انا حاولت اجمع طلعتلي يجي 30-40 طول ايه اللي بيحصل في العالم في هذا المجال هو طبعا يعني بعد صورة الالكترونيات والاتصالات وظهور الحواسب والكمبيوتر من الناحية التكنولوجية كان فيه يعني تسارع فيه اتجاهين ساعة الزاكرة وسرعة الاداء البروسيسوريان وطبعا ابتدت البرمجيات تدخل فيه مجالات متعددة في الحياة اللي هي احنا نسميها تحول لرقم يعني او كده مع زيادة السرعة وزيادة ساعة الزاكرة اصبح من الممكن عمل خوارزميات صعبة يعني كانت مثلا في الصابق بتاخد وقت طويل جدا وكان مستبعد انها تشتغل ففيه افكار كانت موجودة تم بنائها وبني عليها افكار اخرى وبالتالي زادت سرعة التطور بشكل كبير مع زيادة السرعة وتقديل حجم الحاسب وزيادة حجم الزاكرة ده بصفة عامة طبعا تطبيقات الكمبيوتر بصفة عامة لما انتشرت في كل مجالات الحياة وزهرت الانترنت بقى فيه حاجة بنسميها الـ open source الـ open source ده يعني ان كل العقول اللي موجودة في العالم تقدر تشارك في انها تطلع منتج حاسوب فمثلا في مجال تعلم الآلة اللي هو الـ machine learning اللي هو الاساسي جميع البرمجيات مفتوحة لكل المشاركين على مستوى العالم فبالتالي انت بتكلم على اللي هو اللي هو بسميه الـ collaborative effort يعني جهد جماعي بيصرع من التطاوم طبعا شركة زي شركة جوجل دي المفروض احنا نعرف عليها ان هي عبارة عن شركة كانت بتعمل search engine محرك بحث طبعا في البداية خالص التالي يتكلم على محرك البحث الزاكي ثم طبعا عشان يعمل يخلل محرك البحث دي بقى زاكي لازم يفهم لغة طبيعية فده يصرع البحث في المجال ده الشركة نفسها بتالت يمكن هي من اوائل الشركات اللي هي فيها programers من بعد يعني كلهم مش لازم مش موجودين في مكان واحد من على مستوى العالم كله فطبعا ده ساعد في سرعة التطور ده طبعا عكس الانغلاق انك انت مكان معين بيقوم ببحث مغلق طبعا ده بيبقى تطوره بأي أكيد أقل فهنا الفضل كله بيرجع ليه التعاون الجهد التشاركي الجهد التشاركي على مستوى العالم بالإلافة طبعا لزيادة سرعة الحواسب وصغر حجمها وزيادة ساعة التخزين طيب بيبقى من المفهوم انه العلم بيتطور لخدمة الانسانية أكيد هل العلم تطور في مجالات الدكاء الاصطناعي بما قد يهدد الانسانية بشكل أو بآخر بقول الكلام ده علشان الحديث حول تطورات الارتفاشل انتالجنس أو الدكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انه بعض الناس هيبقى في عدم احتياج لوجودهم خلاص يعني احنا هنستخدم هذه الأدوات وهذه التطبيقات اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي ولن نحتاج لهذه الوظائف انه يقوم بيها البني آدم مرة تانية انا هستأذن انه الاجابة دي ناخدها بعض الفاصل اهلا اهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضفنا العزيز دكتور رضا عبدالوهاب الخريبي في عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة هل فعلا الزكاء الاصطناعي ممكن يقعد الناس في البيت او بعض الناس في البيت او ينهي وظايف هو عموما اي تطور تكنولوجي بصفة عامة بيقف الوظائف بس برضو بيفتح وظايف اخرى يعني وده شيء طبع يعني مثلا الانسان في بداية العصر الحجري والكلام ده كان بيعمل كل حاجة بنفسه بيشيل يعني يقوم بجميع المهام الجسدية بنفسه لذلك كان عنده منية جسدية قوية مع مرور الوقت ابتدى يخترق الآلة يعني عندنا كدامي المصريين مثلا ما شاء الله يعني بنوا الاهرامات والمسلات والكلام ده باستخدام آلات أكيد طبعا مش هلوش أكيد مش عالو ضرورهم مش عالو مع مرور الوقت طبعا بيختفي بقى دور يعني اللي هو كان بيشتغل حمال وشيال ومش عارفوا كلام زي كده لأن الآلات بيقدرت تشيل وتعمل الكلام ده عمال المصانع خلاص يعني ما بيقوش بيقوموا بنفس المجهود الأديم اللي كان في السابق فبالتصور ده هنلاقي في الزكاء الاصطناعي نفس الحاجة يعني هو طبعا بيدي رفاهية للإنسان بحيث أنه ما يشتغلش في الحاجات اللي هي فيها مجهود أو كده ولكن الإنسان بطبيعته هو خلقة ربنا بأنه هو كائن متطور متطور يعني دايما ما عنده السقف اللي يتموحات ربما إحنا ما نقدرش نتصور إلا يحصل بعد كده دلوقتي لأن الأجيال اللي جاية هتبقى هتلاقي أسقف أخرى أو هترفع السقف بتاع التطور يعني ده لا شك أنا متأكد من ذلك يعني فهو طبعا في بعض الدراسات بتقول أو في حاجات هتتقفل وفيه تاسكس تانية أو فيه مهام تانية هيقوم بيها الإنسان أكثر تطورا حلو جدا هنا بتيجي أهمية أنه إحنا يبقى فيها عندنا كليات لتدريس هذه العلوم الجديدة طبعا بطبيعة الحال طبعا وده يعني نقدر نقول يعني الأمل في مصر يعني مصر تعودت إنها هتبقى مواكبة للحضراء للتحضر وبتقود العالم في مراحل كتيرة من الزمن يعني أنا شايف إن ده شيء ضروري بالنسبة لنا إحنا كمصر يعني الكلية الجديدة هتفتح هتبدأ لسه هتبدأ بقى مع العام الدراسي القادم اللي هو 23-24 يعني نأمل ذلك طبعا هو هي الكلية كلية الوبتات والتطبيقات الذكاء الاصطناعي دي تبع فرع القاهرة جامعة القاهرة الدولية جامعة القاهرة الدولية ليه في شيخ زايد ليه في شيخ زايد يعني هيتم افتتاح الفرع الدولي ومن أوائل كليات يعني من أوائل ثلاث كليات هيتم افتتاحهم هيبقى كلية الوبتات والتطبيقات الذكاء الاصطناعي عظيب الكلية نقدر نقول انها بتعتني بالدراسات البينية اللي هي مرتبطة بالروبوت والزكاء الاصطناعي يعني هي نقدر نقول هي طبعاً تقول لي الدراسات علية يعني اللي هيدخلها هيبقى حاصل على باك الريوس طبعاً في التخصصات المعنية بالروبوت والزكاء الاصطناعي اللي هي هندسة الهندسة عموماً يعني الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربية الاتصالات الحاسبات والمعلومات وهناك طبعاً لما الكلية هتتوسع بعد كده هيبتدي يدخل فيها تطبيقات الروبوتات والزكاء الاصطناعي في مجالات اخرى المجالات الطبية المجالات الزراعية الصناعية وهكذا عظيم جداً يعني هتبقى يعني كنا قلنا انها هتبقى دراسات عليا على اساس انها هتبقى منتجة يعني بيبقى الطالب بتعلم الاساسيات وجاي يكمل دراسات لعندنا في الكلية وهنحاول نعمل شراكات مع الصناعة سواء في مصر او في العالم عشان البحث تايب بحث تطبيق طبعاً اعلى انواع البحوث عموماً هي سموها ARD دي فده الهدف يعني يعني احنا هنشتغل على انه الدراسات العليا والابحاث اللي هتتعمل داخل هذه الكلية تبقى مبنية على فكرة التطبيق بالشراكة مع القطاعات الصناعية والتكنولوجية العملة داخل مصر داخل مصر وفي العالم وبر مصر وبر مصر هنا دكتوري هفكر محاولك بصوتها عالي انا بعمل ده علشان اغطي احتياجات محلية لدي ولا بعمل ده وانا باصص بالجلوبال فيجن نظرة اكثر شمولية للمنطقة والعالم يعني هو فيه تجارب لأمم يعني يمكن سبقتنا شوية سنة في مجلل التكنولوجيا زي دول النمور الأساوية والصين احنا بنستشرف التجارب بتاعتهم في ان احنا بتعمل صناعة او يعني بتنمي صناعتك المحلية وبتدفع بيها لانها تبقى منافسة للخارج بالفكر بقى اللي هو الحديث يعني هل هعمل تشاركات بحسية مبيني ومبين معاهد وكليات منظرة بر مصر؟ هو الفرع الدولي عموما ايما على كده احنا بروتوكولات التعاون بتاعتنا ممكن تبقى مع مين يعني بدأنا في نسج بروتوكولات مع مين؟ فيه بقى فيه جامعات في كندا في امريكا في الصين يعني يعني دي تارجتس احنا هنوصل لها طبعا بالاضافة لان فيها عندنا من خريج جامعة القايرة اسادزة في هذه الجامعات هيبقوا هم همزة الوصل ما بيننا وما بين الجامعات دي يعني مشانا اللي هفتي في ذلك حضرك سيد العارفين جزء من ترتيب الجامعات على المستوى الدولي بقائم كمان على فكرة النشر العلمي احنا هنبدأ في هذه الكلية نشتغل على طول على زي ما يتقال كده النشر اول بول يعني نحول قدر الامكاني نحنا ندفع بابحثنا لتنشر فيه كبريات المطبوعات طبعا وده اتجاه واخده جامعة القاهرة ومعظم الجامعات المصرية حتى على المستوى المحلي يعني النهاردة مفيش حد بيعرف ياخد ماجستير او دكتوراه من غير ما يعمل نشر فيه مجلات علمية مرموقة نفس الشيء بالنسبة لترقية العرقية التدريس من مدارس الاستاذ مساعد الاستاذ بس بقى الجديد بالنسبة لكلية الروبوتات ان احنا نتكلم على ابحث تطبيقية يعني تنشر وتنفس وتحصل على الواقع وده يعني دي كانت ممكن نعتبرها كانت الحلقة المفقودة شوية فيه على مستوى الجامعات المصرية يعني تتعتبر من الحلقات اللي احنا عايزين نزهرها نتحرك ده من شأنه ان هو يطور الصناعة والتكنولوجيا في مصر جدا بالتأكيد ودايما لما الواحد بيطبق الحاجة بشكل عملي بيحفز التطور اكتر من ان انا ابص عليها نظري يعني انا لو بسيت او درست الحاجة بشكل نظري يدوب هعرف هي بتشغل ازاي او ماشي ازاي انما لو طبقتها ده بيدي دافع لان انا اطور اه 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 افكر اه في اتجاهات اه حق الجديدة فبالتالي بعمل ما يسمى بال بالاختراع انا باختراع اه حلول اه من خارج السندوق زي ما ديقوله يعني انا مرة اتفرجت على مصنع لشركة لصناعة السيارات اه شهيرة جدا في الدنيا وفي العالم اه ليهم مصنع في امريكا وفجئت بان هذا المصنع يعمل كله روبوت العنصر البشري فيه يراقب الشاشات ليس الا هل انا ممكن اوصل لده عندنا اه اه هو طبعا استخدام الروبوت في الصناعة ده من من اقدم المجالات اللي سيطبيق فيها الروبوتاتي اه من قديم الاسد وطبعا ده بيبدأ بان انا بكلم على اه مثلا حاجة زي العربية العربية دي طبعا اه عبارة عن اه منتج صناعي اه معقد يعني فيه تفاصيل اه يجي الف مكون جواه اه فيه تفاصيل كتيرة فده اللي خلى الناس عشان كده بنقول ان التطبيق بيبقى الاساس بتاع التطور judون التطبيق ببقى بعيد عن التطور ده فا اه اعتقد من الممكن اه اه ومش لازم لمشي بشكل نمطي زي يعني فيه مجالات اخرى كتيرا اكثر التساع اكثر التساعا فالمجال يعني سوف يفتح لأن أنت لما تتكلم على صناعة مكلفة وفي شركات منافسة بيبقى في شوية صعوبة في أنك أنت توصل لدرجة التنافس من الصفر إنما ينفع تلحق ده بس بعد تدخل في مجالات صناعية موازعين مش بس كمان أظن مش بس صناعية في الشكل المباشر للصناعية لو إحنا بنتكلم على زكاء صناعي واستخداماته وتطبيقاته من ممكن نستخدمه حتى كأدامة أدوات التحليل الاقتصادي والتوقع بتاع أسعار عملات أو عملات رقمية أو أسهم أو وهكذا يعني فيه خمس تلاف حاجة أقدر أستخدمه فيه لا وهو حتى في مجال السيارات نفسها إحنا عندنا مثلاً يعني بتعامل مع ناس في بعض محافظات مصر وفي القاهرة في عندنا ناس في ميكانيكا السيارات يعني عندنا ناس عندها للمجدرة أنها تفك السيارة حتى تحتها وتركبها وتوصل إلى الأعطار ربما لو بس هي محتاجة رسمها لبقى طبعاً لو تفتح بيزنس مثلاً لصناعات العربيات والناس دي دخلت فيه نوصل لحاجة طباً دلوقتي يمكن ده يبقى آخر سؤالنا جاية في بالي ومحتاجة أسأل هل القطاع الصناعي في مصر القطاع الصناعي الخاص متحمس لده مستعد لهذا التعاون ولا واخد خطوة الورى لسه بيرأي بالموقف يعني دايماً الصناع والأكاديمية أو ناحية الأكاديمية وناحية الصناعية بيبقى فيه طبعاً عشان يتعاونوا مع بعض دايماً بيبقى القطاع الخاص بيبقى يعني زي ما حاضرك قلت كده متركب بس وانس إن حصل قصة نجاح يعني شراكة مثلاً مع أحد الشركات وقدت إلى حاجة نجحة ومؤسرة هتخلي الدنيا تمشي طب ليه الصناعيين بره أكثر تقدمية من الصناعيين بتوعنا يعني تحسن هو اللي بيجري وراء البحث العلمي مش العكس هو وصل الموديل بره كان يعني كانوا يعني مثلاً في حاجة زي أمريكا هناك ما فيش حاجة اسمها ماجستير ودكتوراه من غير ما بيكون في فند يعني طبعاً أول ببحث وهم عندهم بيقولوا إيه مثلاً إحنا لو عندي ألف بحث مش منتظر يطلع منهم حاجة مفيدة قوي غير مثلاً عشر أو الحاجة يعني مش لازم كله ي فكل العوامل دي بتخلي الناس أولاً بتندفع أو يعني بتحرص على إنها تعمل شركات مع الشركات وتجيب أبحاث بس دي بقت ثقافة يعني يعني مع مرور الوقت أصبحت ثقافة الشركة عارفة إن تطوير أو الصرف على الأبحاث هيفدها في تطوير منتجاتها طبعاً آآ أوتوماتيك على طول هت بتجري هيا على العلماء طبعاً هتدي على لدينا أوضاع غريبة دايماً بس هو يعني أعتقد عندنا بدايات كويسة والله يعني عندنا وزارة الاتصالات بتصرف على مهدي الدولة برضو آآ بس هي بتجمع الشركات مع الباحثين يعني أو مع الجامعات آآ في أكاديمية البحث العلمي نفس الكلام آآ وإحنا إن شاء الله في جامعة القاهرات الدولية بإذن الله هنعمل هنحاول ندعم هذا النموذج يعني بإذن الله أدها وقدودها يا دكتور أدها وقدود حقيقة أنا عايز أشكر حضرتك جداً على إنك مورتنا وشرفتنا على اللي لادي ألف ألف شكر ليك يا دكتور كل الشكر لدكتور رضا عبدالوهاب الخريبي عميد كلية الحاسبات والدكاء الإصطناعي بجامعة القاهرة كلية للأبحاث التطبيقية في مصر في جامعة القاهرة بس من جامعة القاهرة بتاعتنا بتاعت زمان هي هي نفس الجامعة بس فارع الشيخ زايد ماجستير والدكتوراه بغرض التطبيق مش بغرض التستيف لملفات والحصول على درجة والسلام عليكم